مساء الرضا كيف حالكم يا رب كلكم طيبين اليوم قبت لكم وصفة ممكن هذه الوصفة او هذه الطريقة الشاهي لأربع سنين خمس سنين بس هذه الوصفة كانت كل روح وكل تصوير كده حلو انتم قلولي ايش رأيكم بالتصوير هذا لما كنت يعني في روقان في التصوير لكن الصراحة الان اني استويت يعني متعودة عليكم واخد وعط معاكم ويعني استوينا اهل زي ما نقول بس اليوم قبلكم طريقة الشاهي الشاهي العدني مع كده لقو الفيديو الحلو واغراضي الحلوة هذي تقريبا قلت لكم الفيديو اللي هو مصور خمس سنين بس حبيت اني اعيده لانه فيديوهات غالية على قلبي يكفي انه امي معلقة في بو وانه يعني وعملالي لايك وكانت امي دايما تتابعني يعني قبل ما ينزل الفيديو تكون منتظراني عشان تشوف الفيديو الله يرحمي ويغفر لي ويغفر لي موتانا اقمعين يا رب وربنا يقمع نحنا مع النبي عليه الصلاة والسلام قمع نحنا في قنوته يا رب مع اهالينا والغوالي علينا يا رب طيب خلونا بمقادر الشاهي هنا عندي طبعا اني استخدم شاي الكبوس وعندي افضل حليب استخدمون ممتاز او ممكن تستخدمون لونة انا بقولكم الاسماء الحلوة يعني اللي انا استخدمها في الحليب الشاهي وممكن كمان تستخدموا اللي هو بوني انا احب هذا النوع يعني من انواع الحليب اللي كده طلع طعم الشاهي حلو وهنا في مصر انا استخدم حليب طازق طبعا بالبداية كنت تعرفوا كيف اني احب المراي لازم اول حاجة البس المريالات المطبخ وقتها كنت انستقل الوان شوفوا الوان كيف كله متناسقة مع بعض هذا كان تصويري طبعا هنا عندي ماء اول شي اخلي الماء يغلي مع الشاهي لازم الماء يغلي مع الشاهي هذا اللتر شوفوا اللتر اللتر الماء على ملعقة كبيرة مليانة من شاهي الكبوس تمام وخلوه يغلي يغلي لازم لما ينصبغ تمام الشاهي ويترسخ تمام السكر الان بضيفه حسب الرغبة طبعا السكر تشو تضوفه او من غير بعضهم يعني الله يعني يعني يعافيهم يعطوهم الصحة والعافية يعني مصابين سكر فما نضيفش نحنا السكر نضيف حاجة بسيطة او ما نضيفش اللي حاب يضيف على قلب بعد ما صبغ الشاهي كده وغلى تمام وترسخ يعني تشموش ريحات الشاهي بالبيت كله هذا يعني الشي قد ترسخه اذا حسيت انه الماء قل زيد وقليل ماء لانه لما يفور الشاهي يقل الماء لما تقول يعني مع الفوران تعرفوا يتبخر الماء فانتم زودوا شوية ماء زيادة عن لتر عن الدبة او عن الترمس يكون الان شوفوا بضيف المنكهات ممكن انتم تضوفوا هيل قرنفل ممكن قوزة الطيب اختياري هذا الشي او انكم تعملوا هيل سادة او من غير منكهات هذا شي اختياري بس اني بقول لكم حاجة اني معي خلطة حلوة جدا لبهارات الشاهي العدني اني اللي عملته واخترعته من الصراحة من راسي لكن فعلا حلوة استخدمه للشاهي العدني استخدمه للخمير او الباخمري استخدمه لاشياء كتيرة واني اضيفه بالشاهي حتى استخدمه في الكيك يعني منكه جدا حلو يعطيه طعم حلو هذا هو المنكه اللي اني استخدمه واللي اعمله ان شاء الله بنزلكم طريقته واللي حابشتي يعني الطريقة موجودة بالقناة وموجودة علي حسابي في التيك توك انا ما شاء الله غلاكة تمام حسيت انه كده ترسخ شفو كيف لون الشاهي عشان يعطيكم اللون الحلو شوفو نحن ما نعمل زعفران ونعمل لون كده عشان نطلع على حلو لازم الشاهي الصبوق حلو عشان نطلع لون الشاهي حلو حطت المنكه والان كده وهو يغلي بحط حليب الشاهي حليب الشاهي بس فورتين وتطفو ما تخلو ناش يفور يقلب كتير عشان شوفو لو قلب كتير يطلع طعم الشاهي يمر يعني نقصوا النار واول ما يبدأ يفور على نار هادئة خلاص طفو مش يعني انه تخلو نو علي نار عالية واول ما تشوفو نو فار خمس دقائق وطفو oo على نار هادئة اول ما تشوفو نو يقلب كده تخلو نو كده يفور كده فورتين اتخلوش طبعا تطعفر لا وطفو عليه شوفو الان على نار هادئة زي ما وضح لكم بالفيديو الان شوفو بيقلب بيبدأ ايش يفور لي طبعا اني مسرعة اكيدة اني مقاصة الفيديو بس شوفو كيف خلاص بدا يعني بيفور لي على نار هادئة بطفي خلاص بطفي يعني طبعا انا اكيد قصيت لما هو على نار هادئة بس مش تخلوه يعني كتير كتير يفور اول مطلع على نار هادئة خلاص بعد كده تصفوه تشربو احلى شاهي مركز الشاهي شوفوا العدني ما في بوش اي فلسفة هو ابسط من البساطة بس يعني خلاص هي الخبرة الخبرة في الشاهي يعني الواحد لما نحنا كل يوم كل يوم نعمل شاهي خلاص نحنا نتميز في بو وهذا صدقوني زي المرق مضاد حيوي حق اليمنيين الشاهي العدني المضاد الحيوي حق صحاب عدن يعني بوقت الحمى نشربوه بوقت الطفاية الكهرباء نشربوه ليش نشربوه واول ما نصحان نشربوه ليش نشربوه كده لانه هادئة يلص الكهرباء حق القسم يعني شوفو انتم طافين تكونوا خمول بس قلاص شاهي شوفو كيف امان النشاط بس يجين وحتى بالحمى يعني نشربوه هذا يعني بتاع كله والله الان بتشربوه احلى شاهي كده يا سلام شايفين اللون الشاهي والتصوير كيف والالوان اكيد اكيد عقبكم اكتبولي اش رأيكم بالتصوير طبعا اني احب الشاهي يكون حالي بعدا نقولوه على الشاهي وهو حالي اش هذا الشاهي حالي يزروه بالديم يعني قشعر بالقسم من الحلة حقه احب فيبوه سكر يعني نطعم السكر ما عملش واحدة شوفوه اني اعملت اكتر من واحدة شكلي اعملت اثنين ثلاثة كده احب الشاهي يعني كده حسوه يصحيني لما يكون حالي ان شاء الله بدنا يعني نبطل هادي العادة هادي مش حلوة يعني واحد يقلل من السكر لانه اخطر حاقتين في الحياة هي السكر والملح ان شاء الله نقلل منهم ان شاء الله باذن الله اني الان خففت قريبا هذا الفيديو قديم لكن اني خففت يعني الان اشرب الشاهي بملعقتين سكر كان اول ثلاثة واربعة يعني ومرات اخدهم ملعقة ونص ملعقة يعني زي كده بس خففت كتير السكر يعني الحمد لله طبعا ما فيش الشاهي احلى منه ما فيش مع الخمير او الباخمري زي ما يسموه نحنا نسميوه خمير حالي ما فيش احلى كده بالفقر تصحوش قلص شي عدني وقليل خمير تاكلوه وهنا بقول لكم رحت منطقة هنا في مصر اسمي الاهرام الاهرام ليش رحت رحت بس عشان ما دلين قويدر اسموه ما دلين قويدر اظن كده اسمو اه اي بيع حلويات بقلاوة الصراحة احلى احلى حاجة في مصر اني اكل بقلاوة وبسبوسة يعني وكده احب اروح هناك حتى الايس كريم حلو تبعوا قربوا هذا هو في اني اروح اللي في الاهرام طبعا انت راعلو اقول لكم على اسماء اللي اسماء المناطق في مصر اللي في القطار اللي نعديها وانتم قلولي اذا نسيت طبعا في منطقة من الاهرام بقول لكم الاهرام هايو بلس او هايو بلس الف مسكن هشام بركات واش كمان ارض المعارض العباسية الاستاد واش كمان العتبة باب الشعرية القيش مش عارفة اكتر من 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 حاجة العتبة باب الشعرية والقيش كتبولي كمان انتم ايش اني حاول اني اتذكر يعني كمان ايش كلية البنات بس يعني هذا اللي الادا اتذكرته وانتم اكتبولي اش كمان حاجات ما اتذكرتش خفصوه بالخط الاخضر يسموه هذا كان الفيديو ادعا عقبكم لتنسوا الاشتراك في القناة التفعيل جرس الاشعارات ولايك وكمنز هلو منكم